الأمر بالمعروف أمر سهل جداً ولله الحمد والمن يعني الدعوة إلى الصلاح، الدعوة إلى الخير يعني الآن مثلاً لما تدعو شخص إلى أن يحضر صلاة الجماعة أنت دعوته إلى معروف الدعوة إلى الصدقة، إخراج الزكاة، الصيام، قراءة القرآن، ذكر الله، مساعدة الآخرين رعاية الأيتام والأرامل، هذا هو المعروف هذا هو المعروف، يعني بعض الناس قد يستصعب مسألة الأمر بالمعروف الآن نحن في زمن هذا الفضاء المفتوح مع وسائل التواصل الاجتماعي تستطيع والله تأمر بالمعروف بكل أريحية تعرف ما في حدود جغرافية الآن بالنسبة لي وسائل التواصل تنشر تطبيق قرآن صحيحي مثلاً أنت واثق منه تنشره مثلاً في وسيلة من وسائل التواصل الاجتماعي أمرت بالمعروف تأتي إلى صحيح الإمام البخاري أو صحيح مسلم أو كتب دوابن السنة تطبيق ما يسمى البيدي إف وكذا مثلاً، تضعه هذا أمر بالمعروف تنقل فتوى عن عالم من العلماء المعتبرين التي تشرأب لهم الأعناق الذين جعل الله لهم قبول وتنشرها مثلاً في حكم تارك الصلاة في حكم تارك الزكاة، مانع الزكاة، في حكم التأخر عن الحاج في حكم تعليمي، أمور تعليمية شرح صفة الصلاة، صفة الوضوء، صفة التيم، ممصب هذا أمر المعروف أنه المنكر مشروعات الخير تدل والله على مشروع مشروعات الخير يعني بعض الناس للأسف غير قادر على إنكار المنكر لكنه تارك الأمر المعروف مع قدرته عليه الإنكار المنكر يعني شخص كذب أمامه يقول اتق الله كذب حرام ترى هذا هو يا جماعة الخير يعني بعض الناس يعتقد الأمر معروف لازم جهاز ومنشأة غير صحيح كل مسلم يحمل هذا الشيء أنت في مجلس وواحد اغتاب آخر كله يا أخي اتق الله الغيبة حرام هذا هو شخص يزني علمت بأنه يزني أو قال لك مثلاً كله ما يجوز الزنا حرام الزنا كبير من كبائر الذنوب عظائم الآثان شخص يسرق شخص يغش هذا هو النساء امرأة تشوف عليها متبرجة تقول اتق الله يعني حرام مثلاً تفعل النمص تقول لها أنها النبي عليه الصلاة والسلام عن النمص فأحياناً بعض الناس يصعب المسألة وهي سهلة ولذلك لو أن كل مسلم حمل مثل هذا الأمر أعتقد بأن الخير سينتشر بشكل واسع ولله الحمد وبعدين أنت لا تأمر وتنهى على شرط القبول والله لازم يقبلون لك أنت لا ما يصلح هذا هذه صارت دعوة لك مش دعوة لله عز وجل أنت لما تقول والله حكم صلاة الجماعة قل الحق واجعل في نفسي حق تركه تخيل مكلف بهدايته تخيل مكلف بدلالته شخص الآن يعني ليس لك عليه يد وشفته مثلاً شخص أفترض يشرب الدخان أو الأرقيلة فهذا بلين ولطف ورقة وأنكرت عليه وقبل منك مرة ثانية شفته ما يلزمك أنك تكرر عليه وتقول ليش أنت الآن أنا أمس نهيتك وما أنتهيت صارت دعوة لك أنت هذه مبدعوة لله عز وجل ولذلك مهم أن نفهم يعني طبيعة الأمر ترىها سهلة سهلة بعض الناس الآن لسانه معقود ما يقدر يقول كلمة ليش يحسب المسألة صعبة أو المسألة لابد يعني لا غير صحيح غير صحيح والله لو أن كل إنسان اعتنى بأسرته وأولاده وأهله ومن تحت يده كل واحد الحمد لله الأمة في خير والحمد لله الأمة الآن في خير ولا تزال في خير